اسمحوا لي اقرأ هذه الصفحة على حضراتكم صفحة بعنوان ثاني اقدم نكتة في التاريخ التحق كاتب مستجد بالعمل في خدمة كاهن بمعبد تحوت علما ان المعابد الفراونية كانت بمثابة مؤسسات مكتملة تضم كل الصناعية والحرفيين وانزعج الكاتب بسبب الضجة المنبعثة من غرفتي جاري النجار والحداد وليس اسوأ من جيرة واحد يدق واخر يطرق ليلة مهار واخبر صاحبنا الكاتب سيده الكاهن بذلك فاعطاه مالا وقال له قدمه لهما مناصفة وقال لهما وقل لهما ان يجدان مكانا اخر للسكنة وقد كان اخذ الحداد وزميله النجار المال من الشاب وفي اليوم التالي انتقل كل منهما الى غرفة الاخر هذه على عهدة الاثريين هي ثاني نكتة في التاريخ بعد نكتة سومرية تعود الى عام 1900 قبل الميلاد وجدت مكتوبة على جدران احد الحمامات العامة بموقع اثري جنوب العراق والنكتة الفراعونية المدونة عام 1600 قبل الميلاد سجلتها جدران معابد الاقصر وبها يكون المصريون هم ثاني شعب في العالم تداول النكت بل انهم فوق ذلك سجلوا على جدران معابدهم المقدسة وليس الحمامات العامة دليلا على التقدير لهذه النكت ده جزء من كتاب ضفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة فيه استوديو الحصاد علوان الكتاب جمهورية الضحك الاولى الحقيقة اسكى شعب هو من يجيد الضحك واسكى شعب هو من يطلق النكتة ويدحك عليها مش شرط اللي يعملها لكن اللي يفهمها هو ده فعلا الزكي جدا وشعبنا المصري بالتالي هو من اسكى شعوب العالم في هذا المجال